أهلا وسهلا فيكم من الجديد وفي أولى محطاتنا في الصيف ومع زيادة تعرق الشعر وتعرضه للحرارة والشمس بشكل مباشر كثير من النساء بفكروا كيف ممكن نقدم عناية صحية لشعرنا لنحافظ على قوته ونضارته بنفس الوقت اليوم خصصنا حديثنا عن هذا الموضوع ونحن نطرح مجموعة من الأسئلة على ضفتنا وضفتكم ميرفت منير أخصائية عناية بشرة وتجميل أيضاً وصاحبة معهد الفرنسي للتجميل هيلن فوغل صباح الخير ميرفت صباح الفول كيف أصبحته؟ حمد الله تمام يعني موضوع الشعر والنساء هو شيء مرتبط دايماً وكأنه فيه هم وشغف للحفاظ على الشعر أكيد رأس مال جمال الست شعرها وبشرتها طيب يعني عم نشوف أنه درجة حرارة مرتفعة تعرض مباشر للشمس وكمان المحجربات اللي بتول وقت كمان بيكون مغطى الشعر بيأثر على قوة الشعر نظرته اليوم لو بنا نحكي عن كيف ممكن نحافظ على الشعر صحي برأيك أبرز العنوين شوفي زي ما ذكرت في الحلقات السابعة وبجز جملة برددها بكثرة في لقاءاتي معاكي زي ما الجلد هو مراي للحالة النفسية والصحية الشعر والأضافر نفس الإشي هن جزء لا يتجزأ من الجلد لأنه موجودين على الجلد اللي هو أكبر عضو في جسم الإنسان هلأ أي خلل بيصير في الشعر سواء دعيف مقصف بتوك في فراغات فيه في مشاكل صحية في الشعر بتشير أنه في مشكلة داخلية والمشكلة الداخلية بدأت تكون إلا علاقة في الهرمونات إلا نقص في المعادن في الفيتامينز إلا علاقة في الحالة النفسية إلا علاقة في التغذية اللي منتناولها حسب وجباتنا الغذائية إلا علاقة في كثير شغلات تحديداً كمان الفصول كل فصل إلو تأثيره على سطح الجلد وعلى الشعر اللي أردي مكشوفة للمؤثرات الخارجية فبالتالي هل بدأت نفصل؟ هل بدأت نقول نهتم بشعر؟ بدون أن نكون مهتمين بجلدنا داخلياً وخارجياً؟ شوفي الأسباب لظهور دواهر جلدية أو مشاكل في الشعر تقريباً هي واحدة تقريباً بقدر أقول واحدة مش مئة بالمئة بس إنه ممكن نستعرضها ستب باي ستب حتى إنه تعرف كيف تشخص المشكلة اللي بتعاني منها من خلال حياتها اليومية هل تعرف شيء سريع منهم؟ طبعاً نفوت أول شيء للتغذية التغذية هي أساس الصحة هلأ ضروري إنه ست تحافظ على وجباتها الغذائية الثلاثة وتدخل في الوجبات الغذائية الأكل الصحي يعني مثلاً ضروري جداً تبعد عن الجنك فود، عن الدهنيات، عن المعلبات، عن المقالي، عن الزيوت الزيادة اللي هي بتضر في الغذاء الدهنية اللي بتسمن بصيلة الشعر لو سألنا هون هذا السؤال وبشكل خاص حكينا إنه إذا فيه فيتامين، فيتامينز معينة أو حتى معادن معينة اللي متعلقة بصحة الشعر هل فيه أمور لازم نركز عليها مرتبطة بالشعر بشكل أساسي؟ طبعاً طبعاً مثلاً من أهم الفيتامينز والمعادن اللي علاقة في الشعر نروح للمعادن عندك الزينك نمبر ون الحديد بي ون تحديداً بي ون اللي هو مشتق من عائلة فيتامين ب اللي بسموه التيامين اللي هو وين موجود ممكن يكون بمصادر بي ون؟ باللحوم الحمراء، بالموز، بالجرجير، بالخضروات الورقية، بالأبوكاتو، موجود بكثرة وفيه منه وصفاتها اللي ممكن إنه نحكيها يعني هدول الحديد الزينك، المعادن اللي فيتامين ألف من أهم الفيتامينات اللي جداً ضرورية للشعر وبتضمنها كمان من المعادن الكبريت اللي هو موجود في جسمنا ونقصه ممكن يتسوي مشاكل وأمراض صحية وهزلان في الصحة وإله علاقة جداً مباشرة بالشعر هاي من أهم المعادن المفروض إنه تتواجد في جسمنا بلفل مستوى طيب ذكرتي نقطة وبدي أركز عليها ويمكن هاي بتجذب كمان المشاهدات اللي عم بحضرونا اللي هي الأقنعة اللي ممكن الناس تعملها ببيوتها أقل تكلفة وكمان يعني كمان كتير من الدراسات بتميل لفكرة إنه نعمل إشي في البيت رح يكون مفش فيه مواد كموية إحنا عاملينه إذا ما فادنا كتير فهو ممكن أقل يكون ضرراً على الناس أكيد هلأ من دمن الأقنعة الطبيعية اللي ممكن إنه ندخلها في البيت اللي بتحتوي على الفيتامينز والمينرالز اللي هلأ ذكرتها ممكن إنه ست إنه تسويها ومسقات طبيعية لشعره وبنفس الوقت تستغلها عن طريق تناولها عن طريق الفم حتى إنه الشغل الداخلي ما يوجد في داخلك بعكس إيجابي على الجلد والشعر من برة اللي هي الفيتامينات اللي ذكرتها وكمان جداً وجداً مهم إنه ست تسوي فحصات دم هلأ معظم الستات اللي ما بروحوا بسوي فحصات دم بسوي فحصة سي بي سي اللي هو لا يتضمن مثلاً فيتامين بي وان معظم من بسوي لبي تولف بيبين نقص أو لفل عادي بس بي وان المينرالز كاي الزينك المؤشرات عين فيها نقص المؤشرات إذا لفل واطي إنه تدعم من جوا وتساعد بهذه المواد الموجودة في الخضروات من بره ممكن تحكين لأ مسكات محددة تنصح فيها الناس بشكل عام؟ فيه كناع جداً رائع ومناسب لكل مشاكل الشعر سواء تساقط اللي بدأت سوي كثافة لشعر أكتر الجفاف اليوم كمان مع الصيف الجفاف، تساقط، كثافة، نعومة الشعر، تطويل الشعر، اللي هو الجرجير الجرجير اللي دمي حق بجوز ثلاثة شاكل وصفة تتعدى سعره عن عشرة شكل مع الزيوت المركزة الممكن ست تلاقيها عند أي عطار في البلد مثلاً عندك زيت الجرجير، زيت التومة، زيت الخروع، وزيت الزتون هدول الأربع زيوت، طريقة الخلطة جداً سهلة وسريعة عن طريق إنه ست تنظف الجرجير منيحة تأخذ بس لوراق وضروري اختيار لوراق اللي فرش الطازة الخضرة بدون العروق تخسلها، تنكيها وتنشفها وتحطها بالبلندر تتحنها وتضيف عليها كمية بسيطة من الزيوت اللي ذكرتها من أي زيت ولا من كل زيوت؟ من كل زيوت، من زيت الخروع، زيت الزتون، زيت التوم، وإذا مش موجود عندها زيت التوم ممكن إنه تاخد ثلاث حبات التومة، تتحط تتحنهم مع المزيج، وزيت الخروع، تخلطهم مع بعض لحد ما الجرجير يتحول زي السبغة بيصير لونه أخضر، هو لونه أخضر، بيصير الملمس تبعه زي الكريمة هلأ، ضروري طريقة استعماله تكون صح، معظم الستات بلجأوا إنه يحطوا الزيوت على شعر هون وشعرهم لسه بده حمام والشعر عملياً ليس نضيف 100%، صح؟ لا، هذه الوصفة يفضل إنه تنحط على شعر نضيف يعني يكون متحممين ما شفينه منيح؟ أه، الشعر يكون نضيف، ما يكونش على زيوت، سبري، موس، يكون نضيف 100% وتعتمد طريقة وضعه على الخسل كأن عملة بتصبغ شعرها، تستعمل الفرشاي اللي بيستخدموها لسباغة الشعر ومنروح من جذور الشعر لنهايته؟ بروري من جذور الشعر على أساس تقدر تقوي البصيلة وتنشط الدورة الدموية وإذا فيه آفات في المنطقة، فطريات، تحب ممكن إنه تساعد في القضاء عليها، وبتعطي كثافة للشعر هلا، مجرد إنه عملية دهنه على سطح من الشرش الشعر على طول الشعر بنوخد خسله خسله كأنه عمالنا بنصبغ الشعر، بعدين بلتف في نايلون أو في بشكير مبلل بماء فاتر أو ساخن، وبيضلوا لمدة ساعتين وينصح بإجراء هذه العملية للي عندهم مشاكل جدية بمعدل يوم آه يوم لا لمدة خمسة وأربعين يوم هلا، ببلشوا يحسوا في النتائج بشكل جداً رائع وتدريجي من جميع النواحي، من ناحية الكثافة، من ناحية التول، من ناحية التقصف، من جميع النواحي لعني هذه نحن نجي نقول لنحكي التفاصيل، عشان كتير مرات نحكي معلومات، فالتفاصيل الصغيرة كتير هم الناس بيحتاجوها مرات نعمل هذا المركب، نقدر نتركه مثلاً في التلاجة نستخدمه هاي الأيام ولي نفكل مرة لازم نعمل هذه العملية لا يفضل أنه يكون طازة فرش أول بأول لأنه الجرجير عش بخضرة في حالة أنه أنت تركتها في التلاجة ممكن أنه تفقد من خواصها فيفضل أنه تتسوى طازة أول بأول أثناء وضع على الشعر بيكون الإفكت كتير أقوى حكيتي أنه إذا الشعر في عندهم مشاكل فتنصحيهم لمدة 45 يوم كل يوم آلاء وكالتالي يستمروا فيها بس يتحسن الوضع ولكن إذا كان اهتمام بشكل عام هو عشان بس ننعش الشعر فممكن أن يكون مرة واحدة في الأسبوع كافية مرة في الأسبوع وهذه الوصفة كتير في فرنسا في أوروبا كتير بيعتمدوها المشاهير بدل ما يروحوا يقدوا فترة طويلة في الصالونات ونصف نهاروان في الصالونات بيعتمدوها في البيت طب سؤالي يعني أنه بدنا نضبط الشعر بس بدنا نخسر ريحته يعني حاسته لا بده يتحمل بس أصدي أنه ممكن مرات الناس تقلق أنه تعمل هاي الأشياء بالبيت خاصة أنه كتير مرات فيه وصفات بتشمل مثلا بيض بتشمل زيت زتون بتشمل تومة فالناس برضه بتخاف من هذا الموضوع بتقول لأ بشتي مثلا على الأقل بتكون ريحة الإشي الجاهز أحسن فإنتي يعني في عندنا كمان طريقة اللي نخفف مثلا من ديحة هاي المستحضرات على الشعر طبعا فيها هون انتي لما بتحطي هذه الوصفة على شعرك ونقعتي شعرك فيها ساعتين وحممتي بشامبو بشكل جيد بشكل منعشة وحطيتي الكنديشنر اللي هو المطر للشعر بيكون فيه ريحة ذاكية هلا وإذا بتلاحظ معظم الستات بعد ما يحمموا شعرهم إلا لا يحطوا زيوت على شعر هون أو أقنعة أو سبري أو موس هلا مثلا فيه وصفة طبيعية وبيبلاش بقدر أقول هلا الستات إنه ممكن إنه معظم الستات اللي ما بيطلعوا من بيوتهم اللي بيحسوا شعرهم باهت ما فيهوش نضارة وحيوية بدل ما يرشوا السبري على شعرهم بإمكانهم إنه يحطوا نقطتين لمون مع نقطتين ماي ويمشتوا شعرهم بطريقة عكسية من فوق لتاحت ومن تحت لفوق على أساس إي نشطوا الدورة الدموية واللمون أو البردقان هو فيتامين سي يعد هو يعد كمان بمثال نقطتين ماي ونقطتين لمون أه حسب كيف تول الشعر كمان يعني أنا شعري بدل كمشت كاسة عرفت كيف حسب طول الشعر هلا هون الشعر الأصير بدل أقل فبناء على هكذا يعني هاي وصفة كثير بسيطة بتعطي لمعان للشعر بتعطي ناضارة وكمان الفيتامين سي الموجود في اللمون أو في البردقان يعد بمثابة واقي شمس للشعر حلوه وهي هاي الشغلة الرئيسية للستات بتهتم في بشرتها في الجسم تبعها بس ما بتهتم بواقي الشمس تبع شعره لأنه منعرف نحن الشمس مصدر للطاقة على وجه الكرة الأرضية وقديش بتأثر سلبي على جلد الإنسان كمان بتأثر سلبي على الشعر بدي أنترك عن فكرة أنه كثير مرات مثلا إحنا بنقوله أخصة في اللي مثلا زي موضيع كثير حكينا فيها معك عن العناية بالبشرة قلنا مهم مثلا نريح بشرتنا فترة مثلا ما نحط ميكاج ما نحط ولا إشي عوجهنا نريح المسمات البلوجة حتى الشعر كمان الناس اللي بيسحبوا شعرهم كثير الناس اللي بيحطوا مستحضرات جمالية زي ما قلتي مو سبري كل هاي الأنواع مهم في فترات من السنة نقول ولا إشي بنا نحمي شعرنا نريحه شو في السيت لما بتحمي مشعره بتكون في البيت يعني تكون رياحته بتكون رياحته ما تحتش مع عليه كل هذه المواد إنه حتى كمان تبعد عن السشوار لأنه هلأ النصائح بتقول إنه لما تحمي مشعرك بتكون المسمات مفتوحة يعني يفضل إنه ما تستخدم السشوار بدرجة حرارة عالية لأنه المسمات جلدة الرأس بتكون مفتوحة وبدر ونفس الإشي درجة الحرارة العالية نروح للمي السخنة المي السخنة درجة حرارتها العالية وحمام الشعر بشكل يومي بنشف من الشعر نفس الإشي بنشف البشرة المي السخنة هلأ هون ينصح للي عندهم شعر ناشف أو حتى شعر دهني ما يستخدموا المي السخنة اللي بتغلي أثناء حمام شعرهم ليش لأنه المي السخنة بتنشط عمل إفراز الغدى الدهنية وفيه ببصيلة كل شعر بجريب كل شعر فيه عندنا البكتيريا المسببة للحب اللي ممكن تأدي لظهور بثور أو توفيليات في المنطقة هذه الفطريات فضروري جدا إنه يتجنبوا وضع السشوار على شعرهم في درجة حرارة جدا عالية إلا بعد مرور عشرين دقيقة بعد تنشيفه في المنشفة فترة زمنية منيحة بعد الحمام ممتاز آخر شي دي أصلك عنه كتير من الناس اللي بجرؤوا السشوار برضه عشان يملسوا الشعر ينعموه هل في هناك أقنعة ممكن تساعد الناس بأنه يملسوا الشعر عمليا أو يناعمو الشعر أكتر طبعا فيه كتير أقنعة فيه كنعين متداولين اللي هو النشا النشا بجزء تستغربي النشا إذا منستعمله في الأكل في المهام اللبية مثلا بمسك الخليط أو المزيج هلأ النشا ممكن أخذ كمية كافية من النشا حسب طول الشعر حسب طول شعر الرأس وخلطه في ماء بارد بالأول حتى ما يكبتن أوكي وبعدين زيادة ماء دافية بشكل تدريجي حتى يعطينا المزيج المناسب ولما نستعمل للنشا دروري برضه الشعر يكون نضيف وعليه شوية نوع من أنواع زيوت الطبيعية يا زيت جوز الهند يا زيت الخروة يا زيت الزتون أي نوع زيت مع المادة بزبط وينحط على الشعر كأنك عمالك بتسوي سبغة وينترك لمدة ساعتين على الأقل هلأ إذا الشعر كان مجعد بتلاقيه صار مالس وهدل وفيه هنا كمان وصفة تانية اللي هي مكونة من الأبوكاتو اللي فيه جميع المعادن والفيتامينات اللي ذكرتها مع صفار بيضة مع زيت زتون مع عسل تنخلط كل المزيج هذا وينحط على الشعر لمدة 8 ساعات هلأ هذا اللي عنده شعر مجعد بيصير مالس وحلو وهذه الطريقة ممكن استخدامها كل كذا شهر كل كذا شهر ونتائج رح تكون واضحة وكلها مواد طبيعية 100% وهذه الوصفة مثلا تغني الست أنه كل يوم تمسك السشوار وتعرضوا لدرجة الحرارة العالية الممكن أنه تأذي الشعر وتأصف الشعر بدي أشكرك على كل هالمعلومات وكيفان أذكر المشاهدين إذا بدهم يرجعوا يركزوا في كل التفاصيل حكتها مرفات ما كانوا ملحقين يعني على كل هاي التفاصيل بقدروا يتم إعادة المشاهدة هاي الفقرة من خلال القناة الخاصة فينا على اليوتيوب يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد مرفات بلوكم